قرار الحكومة السابقة الذي اتخذته مطلع العام الحالي القاضي برفع الرسوم الجمهورية على السيارات الهجينة أثار تحفظات كثيرة ومخاوف عبر عنها تجار السيارات خاصة أنه جاء في ظروف استثنائية تتعلق بحالة ركود اقتصال عام ومستوردوا وباع السيارات الهجينة حاولوا التواصل مع الحكومة السابقة غير الصد كان هو الرد الوحيد لكن الحكومة الحالية كانت أكثر مرونة للمطالبات واستجابت لمطالبات هذا القطع وأيضا اتخذت قرار يعتبر القطع التجاري خطوة في الاتجاه الصحيح لمناقشة هذا الموضوع نستضيف رئيس هيئة مستثمرين مناطق الحرة الأستاذ نبيل رمان أستاذ نبيل صباح الخير صباح الخير لك أخي مهند صباح الخير للإخوة المشاهدين أهلا وسهلا فيك قبل عدة أشهر كنت تفضلت وكنت معنا في هذا الصباح وناقشنا الموضوع وتعنت الحكومة كان في ذاك الوقت وكان يعني كنا بنحكي عن أرقام كبيرة جدا في الخسائر للتجار وللبلد أصلا للخزينة والموازنة بسبب هذا القرار الآن تغير الواقع والحكومة تسمع وترد وتفتح باب الحوار دائما بقيت الضريبة لكن بنسبة غير التي وضعتها أو أقرتها الحكومة السابقة حدثنا عن الوضع الحالي أشكرك أخي مهند بالبداية ذكرت أن هناك في ليوني لدى الحكومة الحالية بينما كان هناك تعنت من الحكومة السابقة وهذا ما كنا نذكر دائما وتحدثنا فيه اليوم في ظل حكومة جديدة وما يدور حول هذه الحكومة من التزامات وتعهدات بداية اليوم الحكومة استجابت أنها تلتقي في القطاع الخاص أو استجابت لطلبات القطاع الخاص فتحت باب الحوار والنقاش وهذه هم نقطة كانت يعني اليوم إحنا متجهين إلى كما ذكرت اليوم اتجاهنا إلى البوصلتنا الآن أصبحت يعني ظاهرة المعالم وإحنا متجهين إلى خطوات أعتقد أنها هي بالاتجاه الصحيح مع حكومة حالية قدرت الظروف السابقة وقدرت الأخطاء اللي وقعت فيها الحكومة السابقة وتعنت الحكومة السابقة وتهميشها للقطاع الخاص اللي احنا منعتبره في كل العالم القطاع الخاص له دور كبير أنه إذا كان هناك أزمة اقتصادية تمر في أي بلد الدور الحقيقي للإخراج هذه الحكومة من أزماتها هو القطاع الخاص وتقوية القطاع الخاص في كل مفاصله وكل ما يتم أو يذكر تحت مضلة القطاع الخاص وفروعه موضوع قرار الهايبرد الحكومة السابقة تأخذت قرار جمدت أو أوقفت الإعفاء اللي كان ممنوح من 2012 لغاية نهاية 2017 رغم أنه هذا القطاع كان نشط جدا نحن نتكلم عن قطاع عزز أمن اجتماعي من خلال خلق فرص عمل لأكثر من 25 ألف إنسان أو عائلة بطريقة مباشرة وهناك ألوف مؤلفة من الخدمات غير مباشرة من خلال المؤسسات بتقدم خدماتها وخدماتها اللوجستية وإلى آخره مثل البنوك والتخليص والشركات 25 ألف هم العاملين في تجارة السيارات في تجارة السيارات وأكثر نعم نحن نتكلم عن قطاع نشط جدا كان لنهاية 2017 عم برفض خزيط الدولة من 420 إلى 450 مليون دينار سنويا بآخر خمس سنوات ظلت هذه النسبة متساوية ومتقاربة إلى ما هو عليه جاءت القرار من حكومتنا السابقة أنه عيدوا إلى ما كان عليه قبل 2012 صارت الرسوم الجمركية 55% و40% وهذا دفع التجار والمستثمرين بالتوقف نهائي عن التخليص عن المركبات لآخر خمس شهور مضت نعم طيب خلال الآخر خمس شهور اللي مضت شو كانت في أرقام للمبيعات في نسبة انخفاض من الأسف نسبة كبيرة جدا عندما قدمنا احنا بنعمل إحصائيات شهرية تصور في أول شهرين طبعا كانون شهر الأول هو احتسبت ما تم التخليص عليه تابع للـ 2017 كون كانت الحكومة معطي فترة من الزمن لكن شهر شباط وآذار تم التخليص على 20 مركبة يعني وبشهر خمسة تم التخليص على بحدود الـ 170 مية المهم انه مجموع المركبات اللي تم التخليص عليها في خمسة شهور من الآن 2018 200 مركبة مقابل 11200 مركبة بنفس المدة من 2017 يعني رقم او الفرق كبير جدا بالنسبة للبنزين الحكومة كمان فرضت رسم على ما يسمى بضريبة الوزن على سيرات بشكل عام بشقيها البنزين والهايبرد حتى البنزين تراجع بحدود 8000 مركبة عن ما هو عليه بالخمس شهور من 2017 لذلك كان هناك تراجع كبير في إرادات الخزينة وآخر إحصائية تكلمنا عنها بالخمس شهور الماضية الحكومة فقدت بحدود المائة مليون دينار أو خسرت الخزينة مائة مليون دينار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا عم بنفتش على أين ممكن أنه نحصل موارد إضافية لسد العجز اللي بنتكلم عنه نعم يعني أكيد أستاذ نبيل لا يخفى على أي شخص في العالم أجمع أنه الأردن بحاجة لزيادة موارده التي تصب في الخزينة حتى يعني احنا نقدر نوازن بين النفقات وبين الإيرادات لكن الحكومة يعني السابقة كانت لديها توجهات ربما تكون سليمة لكن تطبيقها على أرض الواقع كان يتم بطريقة خاطئة جدا وبعيدا عن الابتكار وبعيدا عن الاستثمار السليم انتهت الحكومة السابقة الحكومة اليوم حكت لكم لآخر السنة 30% اللي هي الضريبة لكن هذه الضريبة سوف تتصاعد كل عام راح تزيد 5% يعني أخي موهنة تسمح لي بحديثك الآن خليه بعد ندخل في موضوع النساب يعني اليوم الحكومة يجب الحكومة السابقة انتهجت السياسات الاقتصادية اللي انتهجتها الحكومة السابقة أعتقد لم تكن في مكانها اعتمدت على جيبة المواطن بشكل مباشر اليوم احنا كما هو توجهات سيدنا إلى الحكومة الحالية أنه يخففوا بقدر أو يبعدوا بقدر المستطاع عن جيبة المواطن يبحثوا عن مشاريع تنموية انتهت وطنوا الاستثمار الحالي وديروا بالكم على الاستثمارات الموجودة لأنه اليوم احنا مطلوب مننا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مفروض أنه احنا نعاول بقدر المستطاع نزيد استثماراتنا نكبر استثماراتنا أن نكون يعني بيئة حاضنة الاستثمار أكثر مشاريع تنموية أكثر أن نخلص في عملنا في القطاع العام أن نقدم خدماتنا للمستثمرين أن ننفر المستثمرين من خلال ما نقدم من خدمات هذه الحكومة اليوم مطلوب منها كما هو الآن الكل يعلم نهج جديد في سياساتها الاقتصادية المفروض أن نبعد بقدر المستطاع عن جيبة المواطن الأردن خيراته كثيرة وفي باطل الأرض خيرات كثيرة نستطيع من خلال نحن دولة خدمات الناتج الإجمالي المحلي 65% من قطاع الخدمات لذلك يجب علينا أن نفعل الخدمات أن نحسن الطريقة المقدمة فيها الخدمات وإلى آخره موضوع النسب الهايبرد أو بمعنى أن القرار اللي تأخذت الحكومة هو لم يصل إلى طموح التجار أو المستثمرين سواء كان في المنطقة الحرة أو أصحاب المعارض لكن قبلتم بها لكن قبلنا لأنه بصراحة يعني أنا كما ذكرت الآن أنت مقبل على حكومة منفتحة فتحت باب الحوار لم تدر ظاهرها لنا وكما قيل لنا على استعداد أنه نحن في أي قرار نتخذه نعيد مرة ثاني النظر فيه ننظر إلى أبعاده أنا دائما أقول أي قرار تتخذ الحكومة يجب أن تنظر إلى بعدين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد الاجتماعي هو قبل البعد الاقتصادي أهم البعد الاقتصادي لذلك عندنا اليوم حكومة على استعداد أن نتحاور كل المسؤولين وأنا أقولها بكل صراحة الوزير يتلقى تعليماته من رئيس الوزراء يعني الحكومة السابقة كان الوزير يرفض أنه يلتقي فينا لأنه كانت طلبات ورغبات دولة الرئيس أنه اتخذ قرارك دون العودة إلى القطاع الخاص الآن عملية عكسية دولة الرئيس المتوسمين فيه خيرا أنه هناك نظرة جديدة شمولية أو بمعضوع شمولي أنه لن نتخذ أي قرار وهو تعهد دولة الرئيس أنه سعيد النظر في كافة القرارات التي اتخذت الحكومة السابقة وهذا مبشر للخير ونحن كما ذكرت متوسمين برئيس الوزراء أنه طلب من حكومته أن الخروج إلى الميدان التباحث والتحدث وفتح باب الحوار مع القطاع الخاص وهذه هم نقطة عندي حتى لو اليوم نحن موضوع قرار المركبات وهو كان موضوع الرأي عام وحديث الشارع حصلنا على 50% ما نريد لكن أنا أتوقع أنه حتى من هنا لنهاية العام نحن في عنا عدد بحدود الـ 1600 مركبة موجودة في المنطقة الحرة ممكن ننقذ أصحابها إنها يتم التخليص عليه حتى لو في زيادة على الرسوم الجمهورية كما هو كان متوقع ولكن ننقذ أعتقد عدد كبير من الإخوان المستثمرين عندهم أكثر من 1400 سيارة قيمتهم 20 مليون دينار أكثر من 15 مليون بالـ 2019 الآن النظرة بالـ 2019 سوف نرى وخلال إحصائياتنا وخلال ما لدينا من أرقام سنضحها على الطاولة مع الحكومة ونقارنها بالسنوات الماضية هل هي جاءت بنفس المستوى إذا كانت أقل بكثير على الحكومة أن تعيد النظر مرة أستاذ نبيل هو موضوع الضريبة بهذه الطريقة وطريقة التصعودية ممكن إعادة جدولة عملية الاستيراد التصرف بالبضائع أو السيارات المكدسة بالحرية صار فيها نفس أخي مهند اليوم القرار ممكن يسعفني لشهرين ثلاثة أن أتخلص من المركبات الموجودة ولكن أنه ذي الاستمرارية استمرارية أنت اليوم تريد أن تنشق قطعتك الاقتصادية ليس فقط دي عام واحد أنت تريد الاستمرارية هذه يعني اقتصاديات وهذه مؤسسات ترفض الخزينة تعمل على تشغيل الأيدي العاملة واستمراريتها وتقويتها هي بالأخير لصالح الخزينة ولصالح الدولة كلما كان القطاع الخاص قوي كلما كانت الحكومة قوية كلما كان القطاع الخاص قوي يرفض الخزينة اليوم كيف لنا أنه نرفض الخزينة وكل قطعات معصب الاقتصاد الأردني كله متعطل وفيه ضمور من خلال القرارات التي اتخذت الحكومة السابقة اليوم في ليوني على الحكومة أن تعيد النظر وأن تجلس مع كافة أو جميع ممثلي قطعات الاقتصادية في المملكة من نقابات من اتحادات من هيئات النظر في كافة القرارات المتعلقة بهذه القطاعات لأنه هي الوحيدة التي سترفض الخزينة بالأموال ووحيدة التي ستنشط القطاع الاقتصادي وما يعد بالنفع والفائدة سواء على الخزينة أو على مجتمع كامل فعندما يكون المجتمع قوي اقتصاديا أخي مهند اليوم نحن بنمر في أزمة سياسية كبيرة جدا متبوعة في أزمة اقتصادية نعم أتمنى من الله من هنا لنهاية العام تفائلنا اليوم وأحطيك معلومة كنا في سنوات ماضية احنا اقتصادنا وخاصة المناطق الحرة لدينا 40 منطقة حرة عامة وخاصة حجم عملنا يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا السوق العراقي يستحوذ على 75 إلى 80% من هذا الحجم لذلك اليوم العراق فتحت أبوابها فتحت الحدود اليوم شاحناتنا دور تدور عم تدخل للحدود العراقية نتمنى منه لنهاية العام أن تفتح الحدود مع الشمال مع إخواننا في سوريا نعم الظروف اليوم يمكن تكون صعبة لكن أتوقع أنه ساعة الانفراج قريبة هذا كله رح ينشط اقتصادنا البواب الشمالية البواب الشرقية والبواب الغربية كمان لها دور هذا كله أنا متفائل بال2019 أنه رح يكون في هناك إن شاء الله يكون أفضل انفراج لاتصادنا الأردني وأعتقد أنه رح يكون فيه شوية نظرة لبواسيس أمل في بداية العام القادم ومن ثم الانفراج قادم بإذن الله طيب أستاذ نبيل إحنا أخذنا آراء بعض الناس في الشارع بموضوع السيارات الهجينة وموضوع ضريبة الوزن خلينا نشوفها التقرير نعم يعني أعتبره هذا تقدم الشيء يعني حضار كويس يعني يدفع المواطن للأمام شو ما خفضوا مرة هرجعوا للسعر الأول لنسبة الأولى اللي كانت ثانيا التجار صراحة كثير اللي بتلاعب وقعدين بالأسعار يعني شو ما كانت نسبة الضريبة الشعب عنده جهل بهاي الشغلات فبسمح للتجار أنه يتلاعبوا بأسعار السيارات حسب زي ما بدهم يعني هم لازم يخفضوا تمام لأنه هسا سيارات الهايبرد بتكون مور إفشينت إنرجي إفشينت وبعدين للإنفرومنت تسهل تمام فهم غصبا عنهم المفروض أنهم يخفضوا لأنه هاد برضه بساعد الدولة تمام أنه لازم هي أصلا يعني لازم أنه هي من دون جمرك لازم يكون جمرك أقل من هذيك السيارة لأنه بتمتاز بمواصفات أكثر يعني جمال أنا كتير إشي مني إحلى البلاد أنه نتصير في سيارات بما أنه كتير عنا قطف بالسيارات مش منح ومش متوافر بس لأكتير إشي كتير إشي مني إنه هايبريد وتوافر كتير إش قد فإنه يراتي تثبت القرار أنا بالنسبة لي قرار ممتاز جدا لأنه أنا خاصيا كنت نزل سيارة وانا انتفجأت القرار بنزلت يعني أكثر من 3000 دينار يعني إشي جيد للحكومة للشعب كمان خليه ترفع الشعب لهم غيرين علينا كل شي يعني أستاذ نبيل شفنا أراء الشارع بموضوع الهايبريد والضريبة وغيرها بلن نحكي عن موضوع ضريبة الوزن يعني حاولنا إحنا نعمل بحث وما وجدناش أي دولة بالعالم بتطبق ضريبة وزن يعني بتوزن السيارة وبتحط ضريبة على الوزن شكرا يعني من خلال التقرير اللي اسمعنا فيه ثلاث ملاحظات الملاحظة الأولى نعم أنه إحنا بالنسبة للوزن بصراحة إحنا في الأردن كان في موضوع نسبة الوزن أو بالأحرى ضريبة ما تسمى ضريبة الوزن في 1979 كان في بعض السيارات لا يوجد لها قيود وهذا موثق يعني الحكومة طبعا في هذه اللحظة مدام ما في قيود أخذت حسبة على حسبة الوزن ومن ثم بعد أربع خمس شهور التغت بال79 كان لشهور محددة فلا أعلم من أين جاءت الحكومة السابقة طبعا اليوم إحنا كما ذكرنا إحنا تعليقنا على الحكومة السابقة لكن نحن متوسمين خيرا في موضوع الحكومة الجديدة مدام كما ذكرت اليوم فتحت باب النقاش كيف أنها بتراجع خطباتها والرئيس غير متعنت وأنا أعتقد أنه تعليماته للحكومة أنه التقوا مع الناس اليوم في عنا ساعة 12 لقاء مع معالي وزير صناعة والتجارة التقيت مع معالي وزير المالية لثلاث أيام وعلى 12 ساعة مباحثات وحديث مع مدير عام الجمارك مع مدير عام الضريبة مع أمين عام وزارة المالية هذه كلها إحاعت أنه هناك نية للتغيير وفي هناك نية أن الحكومة تبلش تعمل الموضوع حكينا فيه أنه موضوع الوزن هذا جاءنا بالـ 79 ولا يوجد الآن أي دولة بالطبق نين التقرير بيحكي أنه هناك ربح هو أوكي إذا في بعض التجار حاولوا أنهم يعني يركبوا الموج بيحكوا أنه والله هاي اليوم في جمرك عالي جدا خلينا أستفيدهم معددهم قليل والآن رجعوا للمربع الأول لأنه ما عندنا قوة شرائية اليوم لدى المواطن في ظل الظروف اقتصادي أنه يشتري سيارة بحتى نهاية 2018 كيف ترى أن الحركة ستصبح في مجال السيارات الهجينة والله أحكي لك أخي مهند بصراحة إحنا القرار تخذ وطبقها بالأمس يعني أنت تعرف أنه لا يمكن الجمرك يبلش إلا لم ينزل بالجريد الرسمي يحطوا الألية والتعليمات واليوم أو بالأحرى الأمس نزلت على سيرفر الجمارك وبدأوا وجدنا أن هناك في حركة جيدة في المنطقة الحرة وهذه أول علامة يعني هذه أمور مبشرة في الخير نعم أنه في حركة ولكن نتمنى في 2019 وإن شاء الله نرجع نشوف في مبيعات ممكن الحكومة تعيد النظر أخي مهند بموضوع النسب اللي وضعتها في بداية السئل عام القادم على كما ذكرت الأرقام هي اللي ممكن نتخلي الحكومة تعيد النظر أكيد أتوقع أنه يعني هاي الحكومة رح تراجع هاي الخطوة بدي أشكرك رئيس هيئة مستثمير منطقة الحرة نبي رومان شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا 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 شكرا